المخرج الكبير الأستاذ يسري نصر الله سعداء بوجود حضرتك معنا أهلا وسهلا بك أنا اللي سعيد بو مع حضرتك شكرا جزيلا وأنا يعني عايزة يعني أحرجع ورا شوية وأقول أنه دراستك الأصلية كانت في كلية الاقتصاد والمسياسية سوما في معهد السينما لفترة قصيرة يعني ما هذا التحول بوسي أنا من وانا عمري ست سنين أول ما دخلت سينما أبو يأخذني أنا وناهد أختي نتفرج على فيلم في سينما كايرو كان اسمه رحلة إلى منتصف الأرض أنا انبهرت بالسينما أه لا يعني شاشة سكوب والسطارة اللي بتترفع دي زمان كان كده ما كانتش شاشة عريانا كده في ستاير بتفتح ومزيكة بتدخل يعني في حالة كده بتاعت تجربة السينما نفسها والفرجة في قاعد سينما على فيلم أنا انبهرته أول سؤال سألته الوالدي وإحنا خارجين مين بيعمل ده؟ قال لي في حاجة اسمها مخرج أنا من ساعتها رجبت في دماغي أنا عايز أبادها أنا عايز أبادها بحب الحواديد وكنت بحب الإراءة جداً من وانا صغيرة أو كانت جدتي بتجيب روايات الهلال وكتاب الجيب حاجات يعني إيه وروايات دهر المعارف اللي هي كانت بتعمل ملخصات كده لروايات عالمية أنا كان نهم جامد جداً وكنت في مدرسة ألمانية فبالتالي فيه كمان أدب ألماني كبير جداً وفي البيت بنتكلم فرنساوي فبدري بتديت أقرأ روايات كمان أنا مهووس بالروايات بالحواديد وجدتي كانت بتحكي لنا بقى حواديد قبل النوم دي فبالنسبة لي فكرة الحكي والسارد دي مهمة جداً بالنسبة لي طيب أبويا كان دائماً بيعتبرني أن أنا فاشل لإني إيه ما بحبش الرياضيات وأنا ركبة في دماغي يعني في السر كده ده لما كنت في قسم أحسى في كلية الاقتصاد والعالمي سياسي دخلت قسم أحسى كده عشان أبينه أن أنا مش للدرجات دي غبي ولا هي حاجة غبية جداً طيب فعلاً مجال مختلف تماماً بصي كلية الاقتصاد كانت بالنسبة لي أنا تربيت في مدرسة ألمانية اللي هي كانت من الحضانة لغاية السنوية العامة 800 طالب جيته حاجة يعني مجتمع مغلط جداً وبالنسبة لي كان فيه أحساس بالخنقة من أن ده يعني مش ممكن العالم يقبى ده بس ولما يعني كان بالنسبة لي من رواحك ده كان قرار واعي جداً اللي أنا عايز أخش حتة أشوف فيها الدنيا الناس وجامعة القاهرة كانت كده يعني فأوكي حدخل الاقتصاد وعلوم سياسية كلية محترمة وهعمل رياضيات عشان إيه؟ أبين لأبوي أن أنا مش غبي اللي هي حاجة أكبر غلطة يعني لأني عمري باشتغلت في المجال ده عمري باشتغلت طب بعد الكلية اتجاعت إيه؟ أما دخلت معهد السينما حسيت نفس الجو اللي حسيته في المدرسة مجتمع مغلق جداً بيتكلموا عن شبطات ما بيتكلم مش عن السينما وحاجة اللي أنا بحبها استمرت في قد إيه؟ ستة أشهر سبعة أشهر فقط يعني ما درسته في هذه الفترة أحسيت أن أنا لو كملت جواه مش حعرف أعمل سينما المجال اللي حقيقي تعلمت في سينما كان النقد السينماي إن أنا من وان عمري 15 سنة كانت عمتي والله يرحمها وصديقتها جداً سيزانة براوي كانوا عاملين اشتراكات في المعنسية فكنت بأخذ الاشتراكات بتاعتهم وتسلل في العروض بتاعتنا دي قاهرة للسينما اللي هو كان ممنوع لأقل من 16 سنة وأغطي الصورة كده وأدخل بالكرني وأول ما تمت 16 سنة يعني عملت اشتراك حقيقي وبتديت أكتب في النشرة بتاعت وكملت كتير نقد السينماي كان إيه بالنسبة لي إيه النقد السينماي كان بشكل أساسي إيه اللي أنا بحبه في السينما إيه اللي أنا كنتش بكتب غيره عن الأفلام اللي أنا بحبها كنتش رحيب بكتب عن أفلام طب المفروض يعني النقد بيكتب عن الأشياء الجيدة والأشياء الغير جيدة يعني ممكن يرتقت حتى الأخطاء أنا نقد مش كويس أنا نقد كان أياميها بيحلم أنه يعمل سينما وبيحاول يحدد إيه اللي بيدور عليه في السينما إيه الأفلام اللي أثرت فيها واللي ديتني يعني إيه السينما اللي أنا بحبها السينما بتاعت حد بيحاول يحدد إيه ما كانوا في العالم ويحكي حكايته دي بالنسبة لي السينما السينما الكبيرة هي كده طيب بعد هذه المرحلة بقى يعني دخلت إلى هذا المجال كيف كنت نقد سينماي جالت سفير في بيروت لمدة أربع سنين وبردو كان نفس الطريقة وكان مرة اتعرض فيلم اسكندريالي لناس من خيادات المقاومة الفلسطينية وطلبت من طلال سلمان الله يرحمه إن أنا عايز أحضر العرض ده لأن الفيلم كان ممنوع أياميا فيلم اسكندريالي بتاع يوسف شهيد أنا شفت الفيلم انبهرت كان ليه ما بنوعارده؟ عشان فيه شخصية بنت يهودية في اسكندريالي في الأربعينات بتحب شاب مصري مسلم فأياميها كان السادات عمل اتفاقية السلح فقاله ده فيلم مع التطبيع هو مالوش دعوة بالتطبيع خالص يعني يحكي عن اسكندريالي يعني حاجة عارفها فعلا تفسير غريب يعني أه لا ما أياميها كانت مصر كانت أياميها عندها مشاكل جمدة في الحكاية دي مع كل العرب المهم شافوا يا ياسر عرفات شاف الفيلم لأ ده فيلم هايل ومن ساعتها سمحة بعرضه عبس المهم أنا قلت لطلال سامنان عايز أروح مصر وعمل انتربيو معي يوسف شهيد عين جيت وفعلا عملت الانتربيو تنشر على ثلاث صفحات كل يوم حد كان ينزل جزء منه وسنة 82 كنت عايز أروح خلاص كفاها نقد عايز أروح أدرس سينما في انجلترا فسامير ناصري كان نقد كبير جدا في جارية النهار قال لي ليه تروح انجلترا ما تروح تعمل تدريب يعني تدريب مع يوسف شهيد حيدخل يعمل فيلم اسمه حدوتة مصرية فكلمت أحمد محرز برضو الله يرحم وناس كتيرة ماتت يا دكتورة قال لي تعالى وفعلا كنت يعني ايه مساعد 15 في الفيلم بيسيكلي بكتب ريبورتاجات عن تصوير الفيلم اللي جاريت السفير ورجعت بيروت واخر اللقص قال لي انت بتعمل ايه يوسف شهيد قال لي انت بتعمل ايه في بيروت تعالى هشغلك بتلاتين جنيه معي أنا كنت بقبط 3000 دولار يميه هناك في بيروت قلت له اوكي موافق